ça there is some coincidence υOrA가 are youーョ connect fueuqs اليوم جاي بكم مقطع جديد اليوم ياعيال احتلولي الخرفان كلهم يعيال اول ما جيت يقياد كلا آآآآآآآآآآآ دخلتك Course آآآآآآآآآآآآآآ شوف شوف ياخي خلاص ياخي خلاص ياخي خلاص yزعاج خلاص 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 اوعةو عوعةو خلاص خلاص يااخي أنا قلطت دخلتكم وجبتكم عندي ما ابي صوف ما ابي خرافان ما ابي شي هاك موت موت ال twenty يقثوني ياخي انت موت يلا موت يلا موت يلا تنظيف المكان من الخرفان احتلال الخرفان يا عيال انا ما كنت توقع انبي احتلواني بهالدرجة يعني والله يا عيال يعني ما توقعت واخرو عنيتم واخرو اخر wier بعد التى الثانية اخر بعد انت اموت يلا 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 واحد دور الثاني يلا الحين بوريكم بشي يعني بالحلقة هذي مر اسطولي طبعا سويته الشي الشي هو انه يكبر الزرع اوتوماتيك جهاز سويته وبرمجته يعني فالحمدلله اضبط معاي بسوى الشي خلونا نحط الاغراض هذي اللي ما نحتاجه 1 2 3 4 هنشوف هذا اكل هذا كوارتس وهذه الايتمات خلونا نكسر السبوانر اللي هناك اظن انه ما عندي سلكتوتش فراح يتكسر ويضيع علي بس ايال والله ازعاج طلع اواخر فان او طلع علي او كل اللي اونر فلازم ايشي اونر لازم يكون اوكي خلينا نحط خارو في السبوانر او الدروع ما نحتاجة حنا ما نموت حنا قوياء عندك الليترة خلي الاغراض هذي هنا الموان من حينيا بلينا نحتاج بسوى كنباستر كنباستر يحتاج خشب اظن خشب وسلابز فالخشب وين يا شباب مش موقود نجيب السبر اكس على طول اكس يكسر بضغط الدر بس جيب كل شي على طول هذا مدري كم حبه اي 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 انا حط حماية حوالين البيت وبنهاية يشيلني الله مشكل كبير نحاول الخشب زينا بكمية بسيطة وظن نحتاج سلابز وظن انها زي كذا انا مو متأكد كيف راح تكون الكمباستر بس اظن اظنها غلاط اه نحتاج فنس اوكي اهو يجحف لك مرات ترى يا عيال مرات يقول لك ها ابيكتوي كذا بس بعدين يعطيك حركة ثانية يقولك لا ما بيكتوي كذا ابيكتوي كذا طيب الفنس شون نسوي شو ما معلق عندي طيب سوي ستيكسه نعطينا ستيكسه ونكتب كومباستر طيب نادري انا عرفه سوي بس هذي اختصارات دائما استعمل رسي بيبوك مره ممفيد طيب شو تكومباستر هذا يا عيال من اكثر الاشياء اللي راح تفيدك صدقني هذا الشي شفت الزرع هذا كله راح ينزرع بضغطة زرع طبعا هذا اذا كان عندك رتبة فوكس ما في حاليا احد فوكس بالسيرفر بس اذا كانت عندك رتبة فوكس راح يفيدك حطه حط داخله اشياء شوفوا شوفوا يا عيال شوفوا يكبر كل الزرع اللي حوالين فإذا كان فيه زرع كبير وبي اكبر بمرة راح ينقص هذا الشي فشوفوا مثلا ينقص نكبر ايه دا يلا اكبر يلا كل خمس ثوانية تكبر كافوا ايه لا خربت عليه لازم تكون مفول داخل عشان يكبر يلا 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 بس أنا طهل استعملت الأصلي عندي بالويتس بس كبر 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 شوفال حال واحد اثنين ثا أفا يلا كبرنا يا أخي ثلاثة لو حطت اثنين كومباستر رح يخلص كلها على طول بس لان انا حاليا ما عندي كمية كبيرة من كومباستر دخلنا نسوي كومباستر ثاني شما سوي يعني عندي خشب وعندي كل شي حسن ما ضيع وقت يا أخي سوي ثلاث كومباستر ترى مرة مفيد يعني حتى لو تكون بعيد عن المكان يسوي لك يكمل يسوي لك الشو اسمه الكومباستر يكبر لك الزرع يا أخي نحط يا أخي كذا 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 سوي كومباستر كومباستر يحتاج خشب كل والله أكيد والله يعني طيب خلنا نحط اثنين أبجرب مع الاثنين بيكون أسرع خلنشوف واحد هنا أوه هنا ما في سيد عندي سيد ستاكيات خلنحط بعد هنا أوكي ونحط هنا داخل خلنشوف خلنستعمل السيد ترتيجة تحط فوق كالدرن مو كالدرن شو اسمه ذاك الهوبر تستعمل انه يكبر لك بالهوبر فأول ما يخلص ينحط زيادة ينحط زيادة فاوتوماتيك اقدر سوي اوتوماتيك انه نحط هوبر بعين فوق تشست ستقوم فكرة ها؟ ايه والله ليش ما افكر انا صفر طيب انا فكرت فيه قلب ما فكر انا بعدين ها؟ ايه والله افكر طيب ايرون وين راح الايرون كان عندي كمية ايرون كبيرة خلنشتري ايرون من هنا كله اوف والله غالي الفين يلا نحتاج فانكتب ريوارد وناخذ الايرون اندي هذي كلها ما اخذيتهم طيب اشتري الايرون سوي فيها هوبر صح نحتاج تريب واير سوي تريب واير سوي تشست سوي تشست سوي تشست مع تريب واير سوي تريب واير كذا بس بجرب على واحدة و بعدين بريكم ايه شفي مراضي يصير هوبر يوال تصير تكفى اه اير انا ش حطيت طيب قبل شوي انا حطيت اولا والله اني ما شالله علي بايني مركز طيب اعطني نايس سويت تشست مو بالتشست هذي والله اني يا عيال شوية مفهي اليوم ولا الوضع يعلي صعب مادري اوه نحط فوق هوبر ونحط تريب واير ترابت تشست فوق ونحط السيت على طول الظر رح ينزل تحت فلتلاحظون قاية تعبه شوف كيف قاية تعبه اوتوماتيك فخلاص الزرع كله رح يكبر ياخذ منه يكبر هذا فاخ نشوف وحينو اريكم بضغطة زر رح نشيل كل الزرع الحين كبر المزرعة هذي وخليها تطلع اكثر واكثر من الاشياء هذي فلتلاحظون الحين قاية يكبر 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 وهنا قاية ياخذ السيت السيتس بسهولة رح تحصله شوفوا كليك يمين كليك يمين كليك يمين احيما رح استعمل الشي اسمه الويت احط داخل هنا كل السيت حتى عندي ستاكات خلاص اوتوماتيك رح يتعبه هنا رح يكبر الزرع الحواليه كله وبكذا يعيال نقدر نكبر المزرعة طيب لو احط واحد ثاني هوبر هنا خلاص اوتوماتيك وسريع مرة شوف اذاك كبر خلنا اخذه فعندنا الحين ويت مرة كمية كبيرة نقدرنا نسوي لنا متجر الويت ويشترون مننا الناس بس خلاص خلنا نسوي لنا خبز تينك 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 وكذا عندي خبز ويقدر اكل بس لاني انا رتبتي عالي اقدر اسوي استاشفيد واسوي فيد على طول بس اللاعبين يقدرون يشترون مني هالشي فخلاص شوف يكبر كله والله شيء اسطوري عيال هذه الالة اطولي رايكم بالكمنتات يا شواب حسن مرة اسطورية بس هذا نقل نكسب كل الشجر اللي حوالينا وشي غريب لاحظت ان اول ما دخلت السيربر لقيت حوالي كله ورد قلت غريبة شوان ورد يطلع لي كذا يعني ما ادري ما ادري شوان اشراه لكم بس مفروض انه ما يكون في ورد حوالي صعب مادري اذا يعني يمكن لا يمكن اي بس مفروض انه ما يكون حوالي يعني على الاقل خلوني الحالي يا اخي الورد يطلع كل ذانية اهنا جمعنا شوفوا تقريبا ستاك والله السبر اكس من رهيب الهو رهيب كشي هنا رهيب لا تقول لي ما تستعملها حتى الاكس تستعملها تستعملها اقطع كل الخشب هذا بثوان يلا واحد 3 4 5 9 10 15 16 17 وكذا Jacobs كل الشجار اللي حوالي خلال 17 ثانية بس هذا راح ينزل لحاله فما انا لا تجاجه بتاعبنفسنا اولنا تاخذ شي隊 اتكبر كلها وتسويها فالحين يا يال عندنا خشب كمية الواضح يا يال طنخة اللي يبي خشب يجينا كثير كيف اروح الاهرامات او الكعبة ترى يال مرة سهل كله اليك تكتب ساش وارب وارب كذا تنكتب تضغط انتر الحين رح يفتح لك قائمة تروح الكعبة الاحين وصلت للكعبة اقدر اشوفها مقام ابراهيم عليه السلام هناك الحجر اسود هناك هناك ماء زمزم هناك برج الساعة كله قدام تروح له بس باقي المجمع ما كملناه لحد الان لان لا ياخذ وقت عند الاهرامات وهذه الاهرامات واحد موجود هنا قائمة يستكش في الاهرامات وهنا يمسوين كل الاشياء واحد كاتب فروم بي اي فيي وهنا هذي الجمال الموجودة ماني وراه اول الجمال الهناك طب ما وريتكم الاشياء اللي اتطورت بالاهرامات ترى هذه ما وريتكم يا بالحلقة لانا كانت زحم المكان وكل ناس وكذا فوق بعض فالتعنا هذي وريناكم هذا المجر وريناكم شوف هذا قيل حقني من داخل الاهرامات ما كملتها بس احس انه خلاص صهرامات ما يحتاج يكملها من داخلية ممكن اعطيها لأي متابع يقدر يكملها اوه هذا واحد من المتابعين كن يكملها نايس بس انا طبعا قطعت هالي وممكن احط داخلها ايرون او جولد بس والله في اشياء مرة اسطورية هذا لا حقني بالحصان فعليش هي مرة حلو يعان جاية ممكن ابني مقام شي سمونا مقام الشهيد او شي زي كذا بالجزائر ناس كثير راسليلي بالجزائر يارد فوك سوى حق الجزائر فقررت ان يسوي وسمعت طلبكم فان شاء الله الحلقة الجاية بس تراي عال صعب انه موج وكذا بس راح نحاول ان شاء الله ورح احط الكباي بي بالدسكريبشن وعطوني اقتراحات دايما اقتراحات راح تفيدنا ان نكمل ونستمر ونسوي الاشياء زيادة حتى البيتي ودي اكمل البيتي هنا لن barriers خذينا كل شي نحط السيدس هنا وخلاص راح هيكبر كل ثانية وخذينا الويتس ولا تكبر المزرع راح تكون حلوة في واحد من الممتبعين سوى نفس الطريقة وسوى طريقة احلى اسمها اي هاي ام وليد او شي كذا ام.. سوى عيليهم وكان مروح حلو كذا كبير وكل كمبوسترز وحركات بس ما سوى نفس حركتي الهوبر لانه راح تفيده لانا كان ما في حركة انه ينشال من الكمبسر الطاقة بس حين خليت فيه طاقة احسن لان اعلا حسه صعب ان الكل يكون عنده نفس الشي ومن نفسه وكنت كل ثانية ما تخلص حس انه بتطول مرة كثير وخلص يصير او بي يعني نحط التورشة هنا اه مين الانشانت هو يعطاني اغراض انشانتمنتز مين راحت الو انا كل شي اخذه يضيع لحظة الباك باك اظن فيها هذا وشو فيه هذه هدية اظن بس كلها دائما وولي وانا بضيع كل الارضة والا العظيم يا عيال انا بضيع كل شي حائس كل شي عندي هذا كله وما ادري عنه والله اني مفهي شوي مرات وعندي دائما دينا بعد زيادة خلنا حط كذا عند بيتي كذا حواليه هنا شكل ادي شكل مر مخيس بس كي شكل يعني يعني اثنة لا تدنوا لانه مرة حلو فخلنا نحط بعد تورتشة هنا شو هيا لهذا هنا قرفتي خلنا نشيل هذا حسنا شكله ما رغى بي هنا بمفروض أسوي طريق التطوير هنا وبنفس وعك تودي أعدل على البيت وخلي في فارما وشياء زايدة بس منفس وعك تشوفوا هنا كل مرة يطلع لي جراس أحسي بيلي أنقل البيت بس يسوي بيته بشكل أحلى يعني مكان ذاني بالمناسبة هذه الحلقة اليوم حلقة بسيطة ورأي لكم يا الأشياء الجديدة وإن شاء الله مع الوقت رح نطور السيرفر وبدعمكم وتفاعلكم بنستمر لا تسأل لايك واشتراك إذا كنتمون مشترك ويلا مع السلامة